اشتركوا في القناة طبعا معروف زمان كان معانا ملكة التفريم اللي هي جس يعني بالانتي هي الانتي ماتيريال شارج كانت تعطيك مية وثمانية وعشرين بالمية من استهلاق وتقلل لك من استهلاك الانيرجي لانت لما تستجد تستخدم ضربة البوكس فحاليا مع ملكة التفريم كليب يعني تيم بيرك تبحى بيقول لك صديقي اللي هو اذا كانت بالسبورت عندك فرصة ثلاثة وثلاثين بالمية تدبل معاك الموارد لكن اذا كانت اساسية اللي هو بالمتيجة تضرب ضربة البوكس بضربة البوكس وليس البيكاكس وليس السيرش اللي بقول لك انتي ماتيريال شارج هاف مية بالمية تشانس اللي هو الراح يدبل لك الموارد لكن ايش هي الموارد اللي راح يدبل لك ياها اكثر ايشي فعلى تجربتنا ولما جربناها وشفناها حيدبل لك براغي حجر بلانكس لحباء يعني الاشياء هاي طبعا هاي الاشياء بتقدر تصنحوا فيها الافخاخ الاساسية زي البوكسات الارضية بوكس الجدار يعني مكمل الافخاخ وممكن انه اللي يعاني فيها والإفشنت والسليك والاشياء هاي بتتدبل لكن مو بكثرة البراغي والحجر والاشياء وهاي اكيد راح نفوتوا نورجيكم اياها بالنسبة للشخصية بتقدروا تفوتوا هون بتيجوا هون على الحدث بتكبسوا جو عندنا ثلاث صفحات بتقدروا تفوتوا على الثلاث صفحات تخلصوهم تقريبا تقعد لك فيهم ساعتين ساعتين ونصف بتخلص الحدث كامل وبتوخذ الشخصية فاي واحد ما عنده اياها لازم يحصل على هاي الشخصية يا جماعة الخير وطبعا الشخصية كانت زمان موجودة عندنا لما نروع على الارموري موجودة عندنا بالاسيمتك فنزلونا إياها تقريبا صاروا منزلين جميع الشخصيات اللي عندنا موجودة صارت فاللي هي بالارموري بالسكواد فنزلونا إياهم فحاليا شخصية كليب التركيب الحاليا اللي بلعب فيها زي ما تشايفين التيم بيرك تبع الديناصورات عندي السابور تيم طبعا تبع الديناصورات عشان يشتغل معاي محتاج اثنين من تيم او من هيرو الديناصورات حاطط اللي هو اللي بيعطيني ارمور ثلاث وثلاثين بالمية عنا هون اوت لاندر الديناصور لما ما يكون عندك شيلد كل اربع او برجع لك اللي هو اربع انيرجي بيظلو يرجع لك يرجع لك اربع انيرجي اربع انيرجي بيظلو يرجع لك مستمر بشكل مستمر هون عنا الانتي تشارج او انتي متيريال تشارج اللي هي بتنقصلي من استهلاك طاقة ضربة الوكس ثمانية وعشرين بالمية وعندي هون على كل كل بيعملو بيعطيني ستة انيرجي لمدة ثلاث ثواني وبالاخير اللي هو عندي الاوت لاندر الكوكوناتس اللي بيعطي يجيني عشرين بالمية فرصة اللي هو يطلع لي جوز الهند من السنة ديك طبعا جوز الهند بيعطيني هلف وبيعطيني دمج زياد طبعا هاي التشكيل الشغل تفريم وليس دمج وليس اي اشي اذا انت حاب تفوت تفرم تجمع براغ حجار اشياء بتفوت في هاي التركيب فخليني نفوت مهمة ونجرب الشخصية امامكم يا هلا بالجميع طبعا دخلنا مهمة دخلت مهمة سيتي فيها سيارات واشياء عشان نقعد نكسر سيارات واللم براغي ونشوف كيف حيتدبل معانا ونروع على اطراف الخريطة ونشوف كيف مبدع عمل الشخصية او الهيرو طبعا للامانة الشخصية يعني جدا رايعة او الامانة ما حدا بيقدر يقول عنها والله ما هي حلوة الشخصية طبعا في البداية حنبدأ نبدأ في التكسير طبعا لازم تنتبهوا اللي هو على هاي الجهة اللي بين هاي المنطقة الموارد لما تيجي لما تيجي تكسر تجيك عدد الموارد بعدين الفرصة بدبل لك ياه فخلينا نبدأ في العملية او نبدأ في البداية نكسر السيارة طبعا ايجاني برغي اتدبلوا اربع براغي معانا منيجي نكسر هاي برغي اتدبل معانا فوقيهم برغي فهاي عنا فرصة مو ضروري انه يتدبل معانا كل مرة الشكل حيتدبل معانا اربعة اتدبل معانا ستة فوقيهم اتنين اتدبل معانا واحد افشينت ومع براغي فزي ما بتشايفين البراغي يعني تجميع يعني ملكة تجميع البراغي يعني اللي بحتاج براغي طبعا هون نيجي نضرب ضربتين ثمانية باثنين سليك طبعا اللي بيقول لي ليش ما حطيت يا زورو اللي بتزيد لك مسافة او مساحة ثلاثة ما باشوفها مناسب لانه انت اصلا قاعد بتفرر ومبتمشي عن زي هيك خلص شو بدي فيها الثلاثة او طايل زيادة يعني اللي هي مسافة طايل زيادة لضربة الانتي شارج ماتي لازم تشايفين كيف لبلانكس 11 بلونك يو سولوم طبعا هون احطيت المهاجم تبع الهو لما اجا دمج او اكتل زوم بترجع للطاقة زم ما تشايفين 6 بلانكس هون الانيرجي رجعت هندي سريع بلانك واحد دبل معي على ستة يا سلام عشرة بلانكس اثنين حجر ابيض طبعا حجر ابيض بلانكس والاشياء هاي يعني لو مثلا نيجي نروح على الافخاخ تمام يعني منيجي نشوف الافخاخ اللي بتتصنى معانا من هاي الاشياء العادي مثلا البوكس الارضي ثماني بلانكس سبعة حجر ابيض اثنين عصير احمر مثلا البوكس العادي وين البوكس الجدار مثلا نيجي عبوكس الجدار سبعة بلانكس سبعة حجر ابيض اثنين عصير احمر يعني بتفوت بتفرم هاي الشخصية ساعة زمن بتجمع بلاوه طبعا الايفيشنت مثلا الولدارت تسع بلانكس اثنين ايفيشنت ثلاث احبال خمس نجمات كمان سهل جدا الولي سبايك تجميعه جدا لكن يعني اللي هو الايفيشنت والاشياء هاي معروف اكثرها من الشستات لما تيجي تعمل سيرش 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 وتجمع منها الاسلحة الاشياء تعملها ريسايكل وتكسره فمثلا هون عنا الشاحنة والثريلة اربع طاشر برغي مع سليك مع اثنين ايفيشنت نكسر هاي السلام دبلت لي هون برغية فاكتبوا اللي رأيكم في التعليقات هل تشوف شخصية جدا حلوة وحماسية للأمانة انا بشوف الناس اللي بقعد يفرموا اللي بدهم يلملموا طلع طلع براغ 22 برغي يا ناس 22 برغي الى الان يعني حماسي الشخصية اللي ما بيجيبها وبقول والله انا راحت علي زورو كيف بدي اجيبها هل اسحبها بكرت فضي يا اخي هيا موجودة شخصية انا راحت تخصية صورية شوف شوف الموارد طلع الحبالي عم تدبل معي خمس حبال خمس نجوم يعني اشي بجنن للأمانة طبعا على الإفشينت والسليك يعني زي ما تشايفين مو هالكمية لتدبيل انا زي ما قلت لكم حبال بلانكس حجر أبيض براغي العصير لأشياء هاي اللي قاعدة تتدبل معنا للأمانة صراحة انا كنت قبل لأجيبها او قبل لأسحبها او ما كنت مفكر او في ناس سحبتها في الكرت الفضة عشان اتجربها لانها نزلت في الكوليكشن انا ما حبيت هذا ليشي لانه لازم انه يعني اصلا جاي وجاي ليش اخسر كرت فضي معاي وجاي وجاي الشخصية فاستنيت فانا كل كنت احكي يعني ممكن تكون بالسبورت مفيدة جدا لكن لما جيت جربتها بالسبورت ابدا ابدا ثلاث ثلاث ثلاثين بالمية ما كانت تشتغل معاي كويس لكن كاساسي زي ما تشايفين كيف بلعب فيها ألعب فيها عادي طبيعي اوكي حصلت ثلاث بوكسات خلينا نيجي مثلا لاي السيارة اوكي عبا معاي تشارج بدي اروح من ما انتقل على مكان ثاني شايفين البراغي يا عمي البراغي يعني البراغي اشي مجنون فاوكي خلينا ننتقل بدل من هون البراغي خلص انتوا اكيد زكتوا من البراغي خلينا نشوف الحجر والخشب والشجر والاشياء زي هاي نضرب هون اتنين بلانك صاروا سبعة تدبلوا معاي انتوا تبعوا على الارقام اللي بتكون على جهة الشمال اللي ورجناكم ياه هون لما تيجي تضرب ضربة البوكس بيعطيك كم عططك بعدين بيطلع لك كم اتدبل معاك شايفين كيف تدبل معاي العصير الاحمر واتدبل معاي اللي هو المبلانكس فاتوقع هيكة يعني اموركم تمام والامور واضحة الشخصية جدا حلوة جدا في ناس بترغب امور التفريم بتعشق التفريم بتحب هيك شخصيات فلازم ما تفوتوها باي بي لازم تكون معاكم اي شخصية هاي فقط مثلا بتفوت فيها تفرم وتطلع يعني تعمل حالك المجموعة برايفيت تفرم اللي بدك يا من الاشياء اللي محتاجها تفرمها وتطلع يعني لا تحاول تفوت تلعب مع ناس فيها عشان ما تخرب عليهم ممكن انه يكون شخصيتك فيها خلل او ضعف فلهول بكونوا وصلوا لهاي مقطعنا اتمنىكم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا شفنا التركيبة وشفنا الشخصية وشفنا كيف قاعدة بتدبل معانا الاشياء اللي موجودة معانا الاكثر اشي اللي اتكلمنا عليها البراغي بلانكس حجر ابيض الافيشينت سليك الى اخره من هاي الشغلات اللي حتدبل معانا لكن اذا لقيت كمان حجر سنبيم او او اللي برايت كور ممكن يتدبل معاك وبيعطيك حبة بصير حبتين اذا اعطاك حبتين بصير يعطيك اربعة في هاي الطريقة لان بكون وصلنا لهايت مقطعنا يعطيكم الف الف عافية حبايب قلبي لا تنسوا دعمنا في كود الايتم شوب ضروري جدا انتو اللي بتلعب الطورة الزومبي اذا حابين تدعمونا في كود الايتم شوب اكس تسعين يعطيكم الف الف عافية ونراكم في مقاطع جديدة ان شاء الله